هذا هو أهم ما يعرفه العالم عن اليمن أو ما يتبادر إلى الذهن إذا ما كان الحديث عن الجغرافيا المهمة الرابطة بين قارتي آسيا وأفريقيا والمقصود بهذا هنا مضيق باب المندب وبتوصيف عملي أكثر الممر البحري الذي يعبر من خلاله أكثر من ثلث التجارة العالمية من النفط ومشتقاته وفق ظروف الواقع ومكانة اليمن في السياسة الدولية فهنا مربط الفرس والرحل التي تدور حولها أجنتة العالم في تعاملها مع طبيعة الحرب المستعرة أضف إلى ذلك موانئ أعدة كانت ولا تزال تحتل الصدارة في ترتيب الموانئ العالمية المهمة نظرا لموقعها على تقاطعة التجارة الدولية خلافا لذلك هناك 2500 كم ممتدة بطول الشواطئ اليمنية وإطلالة بحرية على البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي من هنا فقط يمكن لك الدخول إلى لب المشكلة اليمنية دون الحاجة لعناء التنظير أو اجتهاد في التحليل وأول حقيقة ستبدو جلية أمامك أن مشكلة اليمن تكمن في موقعها والمشكلة هنا في أهميتها للعكس وفي التاريخ شواهد وعبر كثيرة على ذلك لكن الحاضر اليوم أعمق في دلالاته والدلالة واضحة معالمها كوضوح خارطة التوجه والسيطرة لكل طرف من أطراف الحرب الإمارات وقد تحولت إلى أحد أطراف الصراع تركز على ميناء عدن لما له من ارتباط استراتيجي بميناء جبل علي في أبوظبي فميناء عدن الذي كان يصنف ثالث أهم ميناء في العالم بعد ميناء ليفربول ونيويورك قبل أن تحتويه الإمارات وتشل حركته وحده القادر على تعطيل مينائها الأول لأنه الأقرب والأصلح لمرور التجارة الدولية السيطرة الإماراتية تمتد أيضا نحو سقطراء فحضر موت وشبوه وامتداد الساحل نحو الحديدة وكلها شريط ساحلي مهم بالنسبة لها السعودية هي الأخرى تحولت بفعل الأجندة الخفية إلى طرف رئيس في الصراع وأصبحت المهرة هدفها الرئيس في إطار سعيها الحتيث إلى مد أنبوب نفطي في البحر العربي بعيدا عن الهيمنة والتهديد الإيرانيين على مضيق هرموز الحوثيون أيضا لهم موقعهم في لعبة البحار هذا بما يشكلونه من خطر حقيقي على سلامة التجارة العالمية وأمنها وتلك المفردات التي استغلتها دولة الإمارات والسعودية في تحويل اليمن إلى مساحة نفوذ لا دولة